موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت نظمت وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل من أجل المساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية في الاقتصاد المحلي وتقديم خدمات لها حول قدرتها على قيادة المشاريع الاقتصادية والانخراط في المجال الاقتصادي بكافة مكوناته هدفنا الأساسي تعريف المرأة الفلسطينية بإمكانها أن تكون جسم اقتصادي مستقل وليس تابع فقط للرجل مهما كان المشروع صغير مهما كان الأسماء صغير بإمكانها أن تكون جسم مستقل هدفنا أيضا نعرفها كيف يمكن الحصول على الخدمات بأسهل الطرق وأنه لا يوجد هناك أي مشكلة في كونها ست أن تكون صاحبة مشروع وتحصى الخدمة بشكل جيد وعادل الورشة تأتي في إطار برنامج تطوير القطاع الخاص شاركت فيها مجموعة من النساء من أصحاب المشاريع الاقتصادية للمساهمة في تجاوز المعيقات التي تقف في وجه المرأة في المجال الاقتصادي والاطلاع على الخدمات التي يمكن لوزارة الاقتصاد تقديمها من أجل النهوض بالمشاريع الاقتصادية المرأة عندها إمكانية أن تكون فاعلة بشكل كبير اقتصاديا لكن بحاجة لها خدمات مساندي والتي هي من أهمها التمويل تمويل هذه المشاريع فنعطي قروض من خلال عشان ندعم ونحل مشكلة التمويل شغلة ثانية كمان المساعدة في تنمية وبناء القدرات عند النساء بتهيال إنه نواجه مشكلة في البلد أنه البزنس اللي بتديره عادة النساء يعاني يعني هو بالأولا وجد مش بس عشان يساعد وضعنا اقتصاديا بس هو كمان إله بعد اجتماعي يعني بس بتأديش المرأة بتساهم في مجتمعها بما إنها نص المجتمع الورشة خلصت إلى ضرورة توفير وتخصيص المزيد من البرامج والمشاريع الاقتصادية التي من شأنها دعم المرأة في سوق العمل وهو ما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام لديفزيون القدس محمد العدم رغم الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر